مادة الاحياء مادة جميلة جدا مادة سهلة جدا وجمالها انها بتبحث عن حاجات حياتية اسمها احياء معنى كلمة احياء يعني طبعا احنا الحمد لله الحمد لله جات لنا موافقة الناس موافقة ان الناس اللي هتقفل او الشخصية من هحط سؤال صعب مش اي حد يعرف يعدي منه وخلاص جاتني الموافقة هو ان اللي هيقدر يقفل في الامتحان ده يقفل مش يقولي اعلى درجة يقفل في الامتحان هستضيفه معايا يعني ان شاء الله يا رب كده فيه تلاتة هنستضيفهم الترمي ده وفيه اتنين هنستضيفهم الترمي الجاي غير بقى مراجعات اخر الترمي سعيدة اني قدرتك انه وافقته يعني بنياب عنكو بشكرك الجماعة ان انتوا وافقته على الاكتراح ده نكمل موضوعنا كنا بنقول الاحياء مادة سهلة وجمالها وسهولتها وشيقة جدا وفوق رائعة جدا لانها بتبحث عن معلومات عنك انا بتكلم عنك عن جسمك عن خلاياك عن اعضائك بتكلم عن النبات بتكلم عن اي كائن حي اسمها احياء يعني مادة بتختص بكل ما له علاقة باي كائن حي ضب على سطح الارض نبات انسان حيوان وهكذا ولكن في منهج الصف الثاني السنوي احنا هنتناول بعض الاجهزة والوظائف عنواننا المفروض الاجهزة والوظائف اللي هيبدأ الكائن الحي ده يعتمد عليها عشان يقدر يمارس حياته الطبيعية في الدنيا دي او في الحياة دي يعني ايه يعني انا هتكلم السنة دي عن خمس وظائف بخمس اجهزة وان شاء الله في الصف الثالث السنوي هتكتمل معاك الوظائف ويكتمل معاك الاجهزة طيب يا ترى ايه الاجهزة اللي انا هشتغل عليها السنة دي انا هتكلم عن ثلاث وظائف بالاجهزة بتاعتهم وهم اول حاجة هنتكلم عن التغذية التغذية يعني ايه معنى كلمة تغذية وده ما يتناوله الفصل الاول يعني ايه تغذية طب يعني ايه هضم طيب انا هتكلم عن اي صفة في الكائنات الحية في شكل عام تغذية دي يعني كذا كذا التغذية دي يعني عبارة عن ده علم بيختص بدراسة العناصر الغذائية اللي بتناولها الكائن الحي دي ان المفروض انها مصدر لحياته مصدر لتجديد انسجته مصدر للموه وطاقته طبعا طاقتك انت بتحصل عليها من الغذة يبقى هتكلم عن الغذة بشكل عام وهبدأ اتكلم عن انواع الكائنات من حيث حصولها على هذه التغذية طيب وبعد كده ابدأ اختار نوعين همشي عليهم السنة دي والسنة الجاي وهي هتكلم عن التغذية في النبات بيقوم بيها ازاي طب التغذية في الانسان بيقوم بيها ازاي وكذلك في جميع ابواب المنهج هتناول التغذية في الانسان وهتناول التغذية في النبات بعد كده الباب التاني بتكلم عن النقل طيب تغذية انا فهمت مهمة عشان احصل على الطاقة بتاعتي مهمة عشان نمو وتجديد الخلايا بتاعتي مهمة علشان الوظائف الحيوية تستمر طيب ايه النقل هو انا هنقل حاجة جوا جسمي طبعا انت لما تغذيت دلوقتي المفروض ان اي بلع غذائية انت بتتناولها بيتم هضمها داخل جهازك الهضمي وبعد عملية الهضم بتتحول من مادة معقدة الى مادة بسيطة وبعد كده يبدأ النقل بقى مين هيينقل هنا الدم اذا هيجيني جهاز الدوري بعدها يبقى الجهاز اللي يليها جهاز النقل جهاز النقل اللي هو جهاز الدوري بالنسبة لينا بالنسبة للانسان او بالنسبة لحيوانات الفقارية ما المقصود بالحيوانات الفقارية أي كائنات التي تحتوي على عمود فقاري يعني الكائنات الأكثر رقي يبقى دي هتبدأ تعمل عملية نقلة عن طريق جهازها الدوري عشان تاخد المواد البسطة تنقلها إلى جميع أعضاء وأجهزة الجسم طيب هل في حاجة تانية هنتناولها بعد كده؟ طبعا لسا النبات ما النبات زيت بالظبط محتاج أنه ينقل برضو بس النبات علشان ينقل محتاج أنه ينقل عن طريق حاجتين يما ينقل عن طريق اللحاء يما ينقل عن طريق الخشب يبقى أنا هتكلم عن اللحاء وعن الخشب كأجهزة نقل للنبات ده نقلنا؟ تمام وكل خلية وصل لها المادة الغذائية بتاعتها؟ تمام يحصل إيه جوة الخلية؟ يتم احتراقها أنت واخد بالك أنا بعمل إيه؟ بحاول أعمل ماتشنج بين الأبواب بحاول أعمل ارتباط بين الأبواب اللي أنت هتدرسها اتغزيت هدمت حصلت على مواد بسيطة بعد كده هنقلها هيجي جهاز الدوري الشرايين والأوردة وهفهم إيه العلاقة بينهم هيبدأ ينقلك المواد الغذائية دي إلى جميع أنحاء الجسم جميع خلايا جسمك لازم يوصل لها هذا الغذاء بعد كده أدخل على البدء الثالث وآخر في الترمدة وهو التنفس والتنفس هنا هتفهم عنه حيات غريبة جدا وعجيبة جدا التنفس له معلين؟ التنفس مش الشهيك والزفير التنفس العادي اللي أي كائن حي يعرفه أو أي حد يعرفه لا ده أنت تعرف أن فيه نوع آخر من التنفس بيسمى تنفس خلوي هو الخلية بتتنفس؟ آه ده الخلية بيتم احتراق المواد الغذائية فيها وده بيعتبر تنفس الخلية إزاي؟ إزاي من ستقولي احتراق مادة غذائية وتنفس؟ إزاي دي تحصل؟ ما هو أنا لما بحرق بجيب الغذة ده وباخد أكسوجين وهحرق ونتيجة الاحتراق يطلع مياه وسنة أكسيد الكربون يبقى تنفس مش خدت أكسوجين وطلعت سنة أكسيد الكربون وبخار مياه إذن هو تنفس يبقى تنفس ولكنه تنفس خالوي الخلية اللي بتقوم بيه هذه التنفس أنا كده عديت على ثلاث باب بتوع الترمي ده خلاص تنفسنا؟ آه فيه سنة أكسيد الكربون فيه بخار مياه زياد عن حكتي أنا مش عايزه فيه بعض الفضلات النيتروجينية كلت بروتينات كتيرة وفيه فضلات نيتروجينية موجودة في جسمي عاوز أتخلص منها أتخلص منها إزاي؟ يقوم يجيب لك الباب الأخير أو القبل الأخير وهو باب الإخراج إزاي بقى جسمك؟ يبدأ ياخد العناصر دي هتتعرف على أن عملية الزفير تعتبر إخراج هتتعرف أن إفراز العرق يعتبر إخراج هتعرف أن الفضلات النيتروجينية بتخرج في صورة البولينة البول وفضلات نيتروجينية الغريب بقى أنك هتعرف أن البراز لا يعد إخراجا إزاي؟ ده معروف من زمان وإحنا بنقول البوراز ده صورة من صور إخراج لا لأن يهاجي حط لك عوضة هنا وأقول لك إيه؟ أنا عشان أقول على المادة دي إنها مادة إخراجية لازم تمر لازم تنفذ عبر أغشية الخلايا وهتعرف بعد كده أن البوراز ده الفضلات الصلبة دي لم تمر عبر أغشية الخلايا إذن ما تعتبرش معايا إخراج لأن القناة الهضمية قناة مفتوحة الطرفين يبقى ده مش إخراج سيبه على جنب معلومات جميلة وشيقة مش بس كده ده أنا هدخل جوه الكلية أو القلية عشان نبقى نطقنا نطق صحة بتوع اللغة العربية ما زالوش مننا هندخل جوه القلية وأبدأ أتعرف إيه وحدتها الوظيفية إيه الوحدة البنقلة هذه القلية وإزاي بتتم الفلترة وإزاي بيتقدر القلية بوحدتها الوظيفية تقدر تنقي الجسم مش محتاج إيه والجسم محتاج إيه عمر ما يحصل خطأ عمر ما يحصل مادة غزائية وليكن جولوكوز مثلا جسمك محتاجة في عملية الاحتراك وتطلع لك مع الإخراج ما ينفعش مش هتطلع مع الإخراج ليه؟ ما هو ربنا كبير لإن عندك وحدتك الوظيفية وهي هنعرف إنها النفرونات بتنتقل هتنتقل لإنت مش عايزه القلية دي بتتم إزاي؟ هنعرف بقى لما نوصل لها وتخرج الفضلات النيتروجينية الميا إلقى ملاحظ إيه عن حاجة جسمك واللي إنت جسمك محتاجه هيتبقى في الدم ليمر ويعدي لباقي الخلايا هذه الإخراج نختم منهجنا بالإحساس آخر باب هتتكلم عنه وهو الإحساس قد أكون دوشتكم بكلامي كتير بس بنعمل ماتشنج بنعمل رحلة سريعة على جزئيات المنهج علشان نشوف إحنا هندرس إيه وفي نفس الوقت بفتح لك عنوين تقدر تعمل فيها بحث علشان زي ما اتفقنا تجمع لي داتا وعايزة أشوف التفاعل عايزة أشوف طلب التانية سنوي أحياء متفاعلين طلب التانية سنوي السنة اللي فاتت أكن لهم كل التقدير والإحترام وكان تفاعلهم عالي جدا 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 من أول حلقة عايزة أشعر بالتفاعل ده مع طلبة السنة دي إن شاء الله نعمل نفس التفاعل نعمل نفس العلاقة الطيبة اللي بنا عشان نعدي بيكو لبر الأمان لسه الباب الأخير وبعدين هاخد موجة صغير عن أول باب وهو التغزيل تعالي نشوف الباب الأخير بيتكلم عن إيه الإحساس جميل أصل إحساس ده يعني أنا هتكلم عن حاجتي الإحساس في النبات زي ما بعمل أي وظيفة هشتغل فيها أشوف النبات الأول بيقوم بهذه الوظيفة إزاي طب الإنسان هيقوم بالوظيفة دي إزاي النبات عنده إحساس هو هتفتكل إن هو أقل منك رقيه ما عندوش إحساس لا بالعكس عنده وبيبين أبسط حاجة من قبل بيدخل فيه المنهج بتاعنا أكيد عارفين كلنا عبادي الشمس شفت قرص عبادي الشمس بيعمل إيه بيتحرك إزاي مع حركة الشمس إزا فيه إحساس طي ما تجيب نبتة كده وحطها في قوضة ظلمة وديها مصدر ضوئي من أحد الجوانب هتلاقى سق نباته هو بيانمو نمى في اتجاه الضوء إزا فيه إحساس ده الأغرب من كده هو أريك فيديو بس وما نوصل بقى للباد ده عن نبتة اسمها المستحية نبات الست المستحية النبات ده لما تيجي تلمسه هتجد إن جميع ورايكاته بتتقارب من بعضه زي ما تكون بيحصل خجل بيحصل عاجة من الاستحياء الورق بيتطابق على بعضه ويبان وكأن أصابه الزمول وبمجرد زوال اللمسة يعود إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى إذن فيه إحساس لكنه يمكن مش ملحوظ زي ما بيحصل في الإنسان طب الإحساس عندي أنا إيه بقى أنا هتكلم عن الجهاز العصبي هنعرف المخ بتأسيمات المخ هنعرف الحبل الشوكي الحبل النخاعي اللي بيمر فيه العمود الفقاري هتبدأ تتعرف على أنواع الخلال اللي في جسمك هتتعرف إزاي الرسالة بتنتقل من خلية عصبي إلى خلية أخرى طب هتنتقل إزاي العضلة عشان تأمرها بالإنكباض هتعرف كمان أنا ليه لما أكون قاعد وحد مثلا وليكن وخزك في إيدك في أقل النسانية بتكون بعيدة عن مصدر الوخز كل الكلام ده هنبدأ نتناوله وهنبدأ نعرفه إن شاء الله في منهج السنة دي كده عدينا بسرعة على جزئيات المنهج